بتبدأ الحلقة التانية بفلاش باكل روحه أكرم وعمر وهم في الجامعة وظهر أكرم في المشهد ده بمظهر مختلف تماما عن اللي بقى فيه بعد كده وبعد كده بنرجع تاني لـ 2017 وأكرم وروح مع عمر الدسوق في سوريا واللي أول ما بيدخله البلد بيجي عمر لروح نقاب وبيجبرها أنها تلبسه وبيقول لها أنها لو ما لبستوش هتتعرض للعقاب وبيطلب عمر من أكرم أنه يرمي المحمول وجواز سفره ويبدأ حياة جديدة في تنظيم الدولة وبيقول له أنه بقى من الوقت ده اسمه أبو سيف المصري وبيشكره أكرم على أنه ساعده وعرفه الطريق ده وبالرغم من رفض روح أنها تلبس النقاب إلا أنها في النهاية بتلبس النقاب وبرضه بياخد عمر منها جواز سفرها والتليفون بتاعها وجواز سفر ابنها سيف وبيوصل أكرم وروح مع عمر مدينة الرقة السورية وبنعرف أنه عمر اسمه القايدة بأسامة ومن تعامل الناس معاه بنفهم أنه قياد كبير في تنظيم الدولة وبيوصلوا البيت اللي خصصوه لأكرم وروح وبيقول له عمر أنه هيغير هدومه ويرجعله عشان في حاجات هيعملوها دلوقتي ومع كل الأحداث دي بنشوف علامات الصدمة على روح واللي بتكون مش مصدقة ولا قادرة تستوعب اللي بيحصل حواليها وبعد كده بيقول أكرم لروح أنه هينزل ويسيب لها المفتاح عشان لو عاوزة تنزل فبتقوله أنها عاوزة تمشي من المكان ومش عاوزة تقعد فيه وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه عمر وهو بيودي أكرم للمكان بيسجل فيه بياناته وبيعمله بطاية هوية جديدة وبيقول له أنه هيبقى جندي وبيدي له لبس جديد وبعد كده بيقابل عمر اللي بيكون لابس نفس اللبس وفي البيت عند روح بتتفاجئ بوحدة بتخبط عليها وبتقول لها أنها مرات القائدة بأسامة اللي هو عمر الدسوقي وبتفتح لها الباب وبتديها أكل وبتقول لها أن البيت بتاعها والبيت اللي قاعدة فيه روح كان بيت واحد بس عمر قسموا نصين عشان يعيشوا جنبهم وبتقعد مراتها بأسامة مع روح وبتقول لها أنها هتاخدها وتعرفها على المكان وتديها جولة في مدينة الرقة عشان تعرف أكتر عن الدولة وبنرجع لأكرم اللي بيكون مع عمر وبيقول له أنه هيبدأ يوديه ياخد دورات شرعية ودورات تدريب عسكرية عشان يجهز لدوره في الدولة وفعلا بياخد عمر الدسوقي لمكان عشان يبايع فيه أمير التنظيم وهنا بتخلص الحلقة مع المصير المجهول اللي مستني روح وأكرم وبنهم سيف